من جانبه أكد سعادة السيد ستيفن بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين في تصريح خاص أكد أهمية الإنجاز الذي حققته المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص مشيرا إلى أن احتفاظ مملكة البحرين لسبعة أعوام متتالية بموقعها ضمن الفئة الأولى في تقرير الخارجية الأمريكية حول مكافحة الاتجار بالأشخاص دي عام 2024 يعتبر إنجازا مهما واعترافا بجهود المملكة المستمرة والتزامها بمكافحة كافة أشكال جريمة الاتجار بالأشخاص أود أن أهنأ مملكة البحرين على قيادتها الاستثنائية في مكافحة الاتجار بالأشخاص وتحقيقها المرتبة الأولى في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية هذه هي السنة السابعة على التوالي التي تحقق فيها البحرين المرتبة الأولى ما يدل على التزامها بدعم حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص على مدى السنوات السابع الماضية استوفت البحرين المعايير اللازمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص واستمرت في إظهار جهود جدية ومستدامة لمكافحة الاتجار ونسعد بالتواصل والتعاون الممتازين بين حكومتي البلدين بشأن مبادرات مكافحة الاتجار كما أشيد بدور هيئة تنظيم سوق العمل الفعال للغاية في هذا المجال وبدورها على المستوى الإقليمي لقد عملت البحرين باستمرار على حماية حقوق العمالة المنزلية والعمال الوافدين وضحايا جميع أشكال الاتجار بالأشخاص وتقدم البحرين المساعدة للعمال المعرضين للخطر من خلال مركز إيواء حكومي وقد وضعت أليات فحص لتحديد ضحايا الاتجار بالأشخاص واتخذت الحكومة البحرينية خطوات لزيادة الواعي العام حول الإتجار ومنع التوظيف الاحتيالي وضمان معرفة العمال وأرباب العمل بحقوقهم وواجباتهم وقال بحقوقهم وغلب المساعدة للتحديد اشتركوا في القناة